في حاجات بقى لازم نسأل عنها في فترة الخطوبة انا هتطلقوا ما انا بحب الحاجات السابعات كده سبع حاجات لازم نتكلم عنها في فترة الخطوبة ليه؟ عشان نتأكد ان الخطوبة دي ماشية في مسارها الصعيح اول حاجة ايه حدود العلاقات الاجتماعية؟ يعني انت ايه حدود العلاقات الاجتماعية؟ حدود العلاقات ما بينك وبين اصدقائك وخاصة صديقاتك حدود العلاقات بينك عشو بس الناس بتفهم غلط أنا مش بقولي أن كل واحد لازم يبقى له صديقات من جنس الآخر لا إحنا بنقول لو أني عندك زميلات إيه حدود العلاقة بينك وبينه لو عندك زملاء إيه حدود العلاقة بينك وبينه فلازم نتكلم فيه ولازم نتكلم على أني إيه هي حدود الغيرة ما ينفعش أن الغيرة تتحول إلى شك فكل الكلام ده لازم يتأثر بشكل صحيح يتأثر بشكل صحيح يعني إيه ما نفتحش أبواب الشك وهي تراعي الغيرة وهو كذلك ويعرفوا أن خريطة العلاقات بتاعتهم بعد الجواز هتتغير مش هتفضل زي ما هي وده الطبيعي ده الطبيعي ليه؟ لأن فيه ضوابط هتكون فيها مراعاة الزوجين هو عراعي زوجته وهي هتراعيه فلازم نتكلم في ده شوف أنا كلمت عن ده كعونسه الأساسي ليه؟ لأن دي الأشياء اللي بتسبب مخاطر بعد الجواز وما حدش بكلم عنهم في الغالب بيسيبوها للآخر فلما يسيبوها للآخر إيه اللي يحصل؟ ما نتكلمش فيها وبعدين كل واحد فيهم يتدعي إن إحنا بعد الخطوط ما إحنا عارفين إن إحنا لما نجوز أن نعمل كذا لا 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 أنا لازم نتكلم فيها في فترة الخطوط كمان هو إحنا الموضوع الثاني اللي لازم نتكلم فيه هو أنت بتتحاور إزاي؟ وحوارك شكله إيه؟ وإنت عندك عصبية مفرطة تتنعك من الحوار؟ فلإن دوت لازم موقف الخطبين من الحوار يكون واضح الحاجة التالتة المصارحة بالأشياء الخطر لازم نتكلم عن الأشياء الخطر زي إيه؟ زي الأمراض اللي ممكن من خلالها ما ينقدرش نكمل مع بعض الجواز أنا مش بقول كل الأمراض يعني واحد عنده سكر مش كل الأمراض لازم نتكلم عنها في فترة الجواز يعني واحد مثلا عنده القولون مش هين فعنده ده مش محتاج لكن واحد عنده وسواس قهري حاد واحد عنده اكتئاب حاد لا كلام ده لازم نتكلم عنه لأن الحاجات دي لما بتسبب لأن بالمناسبة المتاعب النفسية تكلفتها عالية فلازم نتكلم في ده من ضمن الحاجات الخطرة للإدمان ومنه التدخين على فكرة التدخين إدمان التدخين السجاير إدمان فلازم نتكلم عنه في فترة الخطوب يبقى ديه تالت حاجة رابع حاجة لازم نتكلم عن الأدوار الأدوار والمسؤوليات في الجواز عشان نتأكد أن شريك الحياة مسؤول وعشان نتأكد أن شريك الحياة عرفة دورها في حياتها الزوجية لأن بعض الأحيين بنتجوز بعض ومنتكلمش عن ده وبعدين نتصدم لحقيقة عرفة دورها كزوجة ولا هو عارف دورها كزوج له عارف أنه واجب عليه السعي الكامل ولا هي عارفة أنه واجب عليها أنها تحافظ على البيت وتحافظ على العشرة فندخل بقى في مشكلات أول سنة جواز من الخناء على القيادة وكمان الخناء على من المعيار ده هيخفف وعشان كده الكلام اللي أنا قلته ده بيسلمنا للموضوع الخامس اللي إحنا لازم نتكلم عنه وهو إدارة الخلاف والخصوصية طبعا أنا جماعة إدارة الخلاف والخصوصية ليه لأن إحنا متنوعين ومختلفين لكن من دور خلافنا وكل واحد لازم كمان يعرف أن كل واحد فينا ليه خصوصيته فمسلا من الأول خالص نتفق أنه محدش هيفتش في التلفون الثاني محدش هيعمل حاجات فيها أنواع من أنواع الانتجاعة والخصوصية محدش فينا يتجسس على علاقتي بأهلي ولا يتدخل فيها تدخل سافر لا فيه خصوصية لازم نتفق عليها وتبقى واضح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مسألة الأعراض ويتكلم على ولا يتجسسه هل ولا يتجسسه كمان ما بين الزوجين أو اللهم ما بين الزوجين فلازم نتكلم عن الموضوع ده فيه أمور كمان لازم نتكلم عنها هيبتيج بعد الجواز بس لازم نتكلم عنها زي أمرين أمر الأول لأن المسائل المالية لازم آه حتى لو نحن نقر عن نقر شيء متعرف عليه وإن هو عليه وعليه النفقة آه في الوقت ده واتبقت المشاكل المترتبة على المسائل المالية كتيرة فلازم نتكلم عنها في فترة الخطوب كمان لازم نتكلم نتكلم كمان على حاجة ساعات بتقوم ما بتجاوز بعدها على طول بشهر أو بشهرين بنفاجأ بيه هي مسألة الإنجاب يبقى السبع حاجات دي احنا محتاجين نتكلم عنهم في فترة الخطوبة بسرعة نكررهم مرة تانية عشان نقدر نبقى واضحين فيه سبع حاجات لازم نتكلم عنهم أول حاجة حدود العلاقات الاجتماعية وكمان لازم نتكلم على حدود الغيرة كمان لازم نتكلم عن الحوار والعصبية المفرطة وازاي هنضبط الحوار بيننا لازم نتكلم كمان ونتكلم عن المصارحة بالأشياء الخطرة زي الأمراض اللي ما ينفعش نتعايش معاها وكمان الإدمان زي اللي منه التدخين لازم نتكلم كمان عن الأدوار والمسئوليات ونتكلم كمان عن الاختلاف وإدارة الخصوصية بيننا ونتكلم على بعض المسائل اللي بتكون بعض الجواز زي المسائل المالية والإنجاب دول السبع حاجات اللي احنا لازم نتكلم معنا